موسيقى موجز الأخبار من حلب اليوم حياكم الله قال الدفاع المدني السوري على صفحته عبر فيسبوك إن واحدا وعشرين مدنيا قتلوا ووصيب الكثير أو أكثر من ثمانين آخرين في قصف للنظام وروسيا على عموم محافظة إدلب وضف الدفاع المدني أن القصف طال ثمانية وعشرين نقطة بغارات من الطيران الحربي الروسي والمروحي التابع للنظام وقصف مدفعي وصاروخي أيضا فيما خرج مركز للدفاع المدني في قرية بزابور عن الخدمة جراء القصف قال وزير الخارجية التركي مولود جويش أغلو إنه يجب على المعارضة السورية حماية نفسها من هجمات النظام في إدلب وضف جويش أغلو خلال مشاركته في برنامج عبر قناة CNN Turk إن هناك انتهاكات لوقف إطلاق النار ولكن لا يمكن القول أنه انهيار داعيا إلى إقاف الانتهاكات في الفترة المقبلة وتحقيق وقف إطلاق النار من جديد وأشار الوزير التركي إلى أن نظام الأسد قتل الكثير من المدنيين خلال قصفه الوحشي للمستشفيات والمدارس وأجبر مئات الآلاف على ترك منازلهم كشفت شبكة عين الفرات المحلية في تقرير لها عن مواقع تواجد الصواريخ الإيرانية في دير الزور حيث تتمركز ميليشياتها الإيرانية والأفغانية ووفق الشبكة فإن الصواريخ تتواجد في مدن البوكمال وصبيخان والمياذين وبلدة محجان وعددها نحو 150 صاروخا منها حراري مضاد للدروع وأخرى جراد ويحوي بعضها رؤوسا انشطارية مضيفة أن الصواريخ صناعة إيرانية وبعضها صينية نقلت القناة العبرية السابعة عن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتاليب بينت قوله إنه ما يزال مصر على رأيه في أن واجب الجيش الإسرائيلي إخراج الإيرانيين من سوريا وضفت القناة العبرية أن وزير الدفاع نقل رسالته إلى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت والتي أيدتها المؤسسة العسكرية أيضا بأن بلادهم مصرة على إخراج الإيرانيين من سوريا قال مراسل حلب اليوم إن قوات النظام قصفت مدينة الصنمين شمال درعا بقذائف الهاون دون أنباء عن إصابات في صفوف المدنيين وأضاف المراسل أن مجموعة من شبان المدينة نفذوا هجوما بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على أربعة حواجز للنظام في الصنمين حيث دارت اشتباكات عنيفة مع عناصر النظام استمرت لأكثر من ساعة تظاهر أهالي محافظة السويدة جنوب سوريا احتجاجا على غلاء الأسعار وتراجع الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المدينة وتنقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر العشرات من المواطنين تجمعوا أمام مبنى المحافظة في المدينة في رد فعل منهم على غلاء أسعار المواد الغذائية في حين قالت صفحة أسويدة 24 المحتجون السلميون قطعوا الطرق المؤدية إلى الساحة الرئيسية وسط مدينة شهبة واحتجوا على إهمال النظام للوضع المعيشي نهاية الموجزة للقاءة